قال استعداد للموسم الجديد وزي ما اتفقنا انه يمكن الموسم اللي فات أنهيته أو أنهى فريق النادي الأهلي بعدد كبير من اللعيبة اللي كانت غيبة بسبب الإصابة يمكن من فترة طويلة إلى حد كبير طبعا كريم فؤاد وأكرم توفيق اللي جات لهم إصابات في الرباط الصليبي والاثنين على مدار الموسم كنا بنتابع تطورات حالتهم وكانوا في نهاية الموسم بيقوموا بالجزء الأخير من البرنامج التأهلي مفترض إن شاء الله أنه كريم فؤاد هينتظم في تدريبات الفريق بداية من آخر الشهر ده وعودة إن شاء الله متوقعة لي مع بداية فترة الاعداد كمان أكرم نفس القصة السلية نفس القصة يمكن الوحيد اللي يكون موقفه ومش واضح في فترة الاعداد أو بالتأكيد مش هيكون حاضر مع الفريق هو خالد عبد الفتاح اللي إصابته هتحتاج لفترة شهرين لكن بإذن الله مع بداية أو مع عودة مستر مارسل كولر من أجسو في سويسرا ومع عودة اللعبين للنادي مرة تانية أو لبداية فترة الاعداد المقرر لها تكون يوم 24 أغسطس يكون إن شاء الله سكواد النادي الأهلي بشكل كامل صفقات الجديدة اللعيبة اللي تم قطع عارتها أو عودتها من الإعارة مع سكواد النادي الأهلي بالكامل وكريم الحقيقة كان بادأ الموسم بشكل والأروع يرجع على فين؟ دي قصة كبيرة جدا بصراحة كولر هو الوحيد اللي ممكن يقررها وخد بالك إنه تشكيلة الأهلي نهاردة بقى فيها عدد كبير جدا من اللعبين للجواكر اللعيبة اللي ممكن تكون بتلعب في أكتر من مركز وأهمهم طبعا أو الاتنين الحقيقة اللي اتحرمنا منهم في الموسم اللي فات أكرم توفيق كريم فؤاد اتنين من أهم الجواكر دول زي ما قلت لحضراتكم ضيف عليهم صفقتين الأهلي الجداد سواء إمام عشور سواء ريدا سليم الاتنين الحقيقة برضو لعيبة جواكر بيلعبوا في عدد كبير من المراكز داخل الملعب فبالتالي هيكون عند مستر مارس الكولر أفضلية كبيرة جدا فيه إزاي ممكن يوظفهم أو إزاي ممكن يستفيد بقدراتهم إن شاء الله في الفترة الجاي تتبقى أنا عارف أنا عارف أنه الأهلوية كلهم ما فيش حاجة بيتكلموا فيها إلا صفقة المهاجم لكن أعتقد إن شاء الله الموسم لن يبدأ بدون ما الأهلي يحسم الملف ده ونتمنى إن شاء الله تكون صفقة تمثل إضافة وده الأهم فكرة أنك أنت تجيب مهاجم فكرة سهلة يعني أنا ممكن بسماعة التليفون أجيب لحضرتك أربع لعيبة خمس لعيبة أي حد ممكن فهم أي وكيل اللي عابين عنده النهاردة أربع خمس ملفات لمهاجمين لكن إزاي تجيب مهاجم واحد يبقى عنده الإمكانات ويقدر يقوم بالأدوار اللي يحتاجها مارس الكولر دي نقطة اتنين اللي يقدر يتعامل ويندمج مع نادي كبير بحجم النادي الأهلي دي نقطة مهمة جدا نمرة ثلاثة طبعا الإمكانيات والقدرات اللي أنت بتدور عليها في مواصفات لأنه عندنا لعيبة كتير بتقدر تعمل ده شريف عمل ده بنجاح وبشكل كبير جدا كهرباء قدم مستوى رائع حتى بعد الغياب محدش يمكن حتى كهرباء نفسه ما كانش يتوقع أنه يظهر بالمستوى ده لكنه ظهر وأجاد ويقدم الحقيقة وراء اعتماده كمهاجم وأعتقد أنه الأهلي مع صعوبة الموسم اللي جاي ومع قوة المنافسة بالتأكيد محتاج لمهاجم صندوق برضو واحدة من الملفات اللي ماعتقدش أنه كولر ممكن يكون بيفكر يعجلها أو يتنازل عنها